السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد كثير من الأصدقاء طلبوا مني طريقة تركيب الباندان على حواف خشب الامدف والستراتيدي كور في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم الطريقة الصحيحة لتركيب شريط الميلامين بليد فقط أول شي قمت بقص الشريط على الحواف التي سأقوم بتركيبه عليها بهذا الشكل هذا الشريط يوجد فيه العديد من الألوان يباع بالمتر 8 متر الواحد حوالي درهم ونصف يوجد طريقتين لتركيب هذا الشريط الطريقة الأولى وهي تركيبه بمكينة بي في سي والطريقة الثانية تكون باليد فقط بعد ما قمت بقص الشريط على جميع الحواف التي سأقوم بتركيبه عليها وضعته على قطعة من الكونتر بلاكي بهذه الطريقة وقمت بدهنه بغيراء فلومبو ترجمة نانسي قنقر 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 فهذه هي الطريقة التي قمت بدهن الشريط بها فبعد ما قمت بدهن الشريط قمت بدهن الحواف التي سأقوم بتركيب الشريط عليها ثم تركت الغراء حوالي 15 دقيقة لكي يجف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فبعد ما جفت الغراء اخذت القطع التي سأقوم بتركيب الشريط عليها وقمت بتركيبه بهذه الطريقة قمت بوضع الشريط في المكان المخصص له ثم قمت بالضغط عليه بقطعة من الخشب فبعد ما قمت بالضغط على الشريط بقطعة من الخشب في النتيجة جيدة كما تشاهدون التسق الشريط بالخشب بشكل جيد بنفس الطريقة قمت بتركيب الشريط في جميع القطع اشتركوا في القناة فبعد ما قمت بتركيب الشريط في جميع الحواف أخذت هذه الآدات وقمت بإزالة زوائد الشريط تباع هذه البياسة بحوالي 150 درهم فإن كنت لا تتوفر عليها فتوجد طريقة بديلة يمكنك أن تستعمل درس ديال الملسا أو فهذه هي النتيجة الأخيرة أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك واشتركوا في القناة لنستمر في تقديم المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسونا من صالح دعائكم اشتركوا في القناة